بسم الله الرحمن الرحيم راح نبتدي المحاضرة الخامسة بإذن الله تعالى لازلنا ضمن صف الفطور الأسكية أسكو مايسيتس مثل ما حكينا في المحاضرة السابقة صف الفطور الأسكية يمتاز أنه المايسيليوم يكون مقسم بجدر عرضية طبعا هو أول صف من صف الفطور الفطريات نتعرض له بيكون فيه المايسيليوم مقسم هالمايزة ممكن نتعرف إليها تحت المايكروسكوب الضوئي ثاني شي إنه إنه بيكون جراسيم لاجنسية كونيدية ممكن تكون حرة أو ضمن حوافظ لاجنسية وتالت شي إنه بيكون جراسيم جنسية بتتشكل ضمن تراكيب إلى أشكال مختلفة ممكن تكون مغلقة فتحة مفتوحة وإلى زوائد مختلفة على شكل هالأتسام السامرية وزوائدها ممكن نعمل تصنيف لا إذا طبعا أنا في البداية حابب أحكي كلمتان عن وضوع حلقة البحث بالغاية طبعا من حلقة البحث إفادة للطالب نفسه يعني المعلومة رح تجيبها أنت المفروض تستفيد منها قبل أي حد غالبا مراجع العربية ما فيها أي إفادة أنت إذا تمسك أي مقالة باللغة الإنجليزية بتكون من مجلة محترمة محكمة مثل ما بيقوله ممكن تغنيك عن عشرات المواقع العربية عادة باللغة الإنجليزية إذا بدك تمسك أي مقالة متكاملة ممكن يسموها ريفيو إذا بديتناولوا أي مرض من الأمراض بيوت دقيقي لفحة كرة لفحة متأخرة فبتكتب اسم المرض كلمة ريفيو وبتلاقي مصادر عديدة أي معلومة ما إلى أي مرجع ما إلى أي قيمة فقبل ما تدور عن معلومة دور على المرجع اللي أنت عبتتناوله المرجع ممكن يكون مقالة ممكن يكون كتاب ممكن يكون مؤتمر أو بحث علمي ممكن يكون صفحة على الإنترنت حالياً في كتير مواقع غير مطبوعة بتكون عبارة عن موقع على الإنترنت حالياً في جهة بتقيم المقالات اسمها تومسون ريترز على حسب نسبة الاستشهاد التي تتناول في القراء والباحثين بتكون تقييم هالمجلة فيك حالياً تركك من الدول الأوروبية حتى على المجال العربي دول مثل السعودية مثل مصر أنت إلا تسجل على أي درجة من المجستير أو الدكتوراه الشرط من شروط تحصل على الدرجة أنك تقدم بحث في مجلة محكمة محكمة ويكون إلى impact factor بيسموه يعني معتبر أنا هنا عب أحكيها على شيء اسمه الاقتباس أنا لن باخد أي معلومة حتى من أي مجلة فأخدت المعلومات اللي فيها أربع خمس أسطر مثلاً وعادةً بكتب في نهاية المرجع مثلاً مقابل نشر البحث بالألفين وثمنتعاش وبكتب في آخر البحث معلومات محمد مقابل ألفين واربعة عشر البحث اللي عامله المجلة وعدد الصفحات في المجلة من كذا لكذا هذا يعتبر حالياً اقتباس أو حتى سرقة علمية لازم حالياً لتأخذ أي معلومة تعمل شيء اسمه refresh إعادة صياغة وتحط فيها بصمتك يعني نفس المعلومة مثلاً تتكون الجراسيم الكونيدية حرة أو ضمن حوافز وتنتقل عن طريق الهواء تعمل إعادة صياغة تقلب الجبنة بشكل معين وبعدين تكتب المرجع لتكون معلومة صح وما حدين تقدك أما إذا كتبتها مثل ما هي وحقيت مرجع هذا يعتبر اقتباس حالياً بلجان التشكيل بالهيئات العلمية أنت لتقدم لأي درجة حتى أطلق في الدول العربية حالياً الرسالة بتنفحص وتدخل على الكمبيوتر على أحد البرامج حالياً في كتير برامج تمسك هالرسالة وتفحص أنت مستشهد بمين كل الجمل اللي أنت تأخذها من أي حدا من كتاب من مجلة طبعاً بتلاقي موجودة فلان كذا وفلان كذا وكذا ولو كانت نسبة عالية الرسالة بتترفض أو بيتطلب منك إعادة صياغة فهالأمر طبعاً عم يزداد أنا مشان بس تاخدوا فكرة على الموضوع ولا وبسيطة نحن عم نتعلم لسه في حالة الماجستير حاول دايماً نبتدي صح بس ما أكتر وإذا في أي شيء أو أي بالمراجع بأي شيء محتاجين أنا جاهز بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً إحنا وصلنا على صف الفطور كنا عم حكي على الفطريات أمراض البياضة الدقيقة قلنا إنه هالمجموعة من الأمراض تصيب العديد من محاصيل الخضر والزينة والأشجار والشجيرات تمتاز أنه متخصصة على العوائلة يعني اللي بيصيب القرعيات ما بيصيب الحبوب اللي بيصيب الحبوب ما بيصيب الزينة تتشابه في الأعراض اللي عم بتشكلها جميعاً إنه هي بتلطفات بيضاء اللهم مسحوقية المظهر عبارة عن مايسيليوم وجراسيم الفطر وفي نهاية الموسم عند غياب العائل أو ظروف غير المناسبة بيلاقي إنه بتشكل أجسام أطوار الطور الجنسي اللي يكون عبارة عن أجسام سمرية مغلقة تاخد اللون الأسود أو البون الداكن لذلك بتلاقيها بشكل نقاط بسيطة بشكل رأس الدبوس وتشكل في نهاية الموسم طبعاً بالنسبة للأعراض أحد الزومانة كان عبي يحكي على موضوع القرعيات والبيض دقيقية على القرعيات طبعاً ما في شي مميز يعني الأعراض بتلاقيها ممكن تختلف من عائل لعائل لكن جميعاً بتمتاز إنه طلطوخات بيضاء مسحوقية اللون سواء على الأوراق على البتلات على سمار مثلاً مثل العنب جميعاً بتشترك بهالأعراض ومثل ما حكينا إنه الجسم السماري اللي عبتشكل بناء على شكل الجسم السماري والزوائد اللي عبتشكل على هالجسم نحن ممكن نميز السمارة على حسب الجنس اللي عبتشكله يعني مثلاً بالحال الأولى عندي زوائد خيطية مثل ما إنا شايفين هون الزوائد على الجسم السماري زوائد خيطية هاي بيشكلها أجناس الإرسف والليفلولا والسفايرو سيكا الحالة الثانية عندي زوائد ملتفة على شكل حلقة كما في حالة اليونس سينولا يعني في عندي التفاف في الزوائد الحالة الثالثة في عندي زوائد زاد أطراف سنائية التشعب مثل أصناف المايكروسفيرة والبودرسفيرة أو ممكن تكون أجزاء بصلية الشكل مثل الفطر في اللاكتينيا هاي بالنسبة للطور الجنسي أيضاً الطور اللاجنسي ممكن تكون عبارة عن درسوم كونيدية واحدة مثل أو 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 أنه يكون سلسلة من الجراسيم الكونيدية كما هو حال في حالة رح نحكي شوية على بعض الآن نسيلي على البيض الدقيقة أول شيء عند البيض الدقيقة في القرعيات يوجد المرض في معظم مناطق زراعة القرعيات في العالم في كل الحقول المكشوفة والبيوت المحمية ويشكل خطورة في الإنتاج وجميع نباتات العائلة القرعية قابلة للإصابة بالمرض في معدى أصناف الخيار التجاري المقاومة يعني المرض لما بشكل خطورة على بعض الأصناف بتلاقي الصنف جاي مقاوم حسب تعليمات الشركة المنتجة إلو يؤثر المرض على الإنتاج حيث يقلل من حجم معدد السمار على النباتات المصابة وأيضاً تقلل فترة حصات المحصول يؤثر المرض على نوعية السمار المتكونة على النباتات طبعاً النوعية رح تتأثر نتيجة النوع عم بيأثر على المسطح الأخضر اللي عم بقوم بعملية الكلوروفيغ المسبب هو سفايروثيكا فلوجينيا والإيريسيف سيكوراسيارو طبعاً إذا جيناً متعرف على دورة حياة المرض فرح نلاقي في عندي إصابة على الأوراق البقع المسحوقي الموجودة على الأوراق واللي رح يتشكل عليها جراسيم كونيدي هاتجرسومة ممكن تحتفظ بحاويتها من واحد لسبعة أيام بعدين مجرد أنه تسقط على سطح الأوراق رح يصير في عندي التصاق لهاتجرسومة أو الاسبور وبعدين رح ينبط منا شيء اسمه عضو انتصاص أو بستوريا وبعدين رح تشكل المايسيليا الجروس أو النمو المايسيليومي وبعدين رح تلاقي الأجسام الكونيديا جراسيم الكونيديا خلال ثلاثة إلى سبعة أيام من الإصابة وبعدين رح تتكرر الإصابة على المجموع الخضري مرة تانية فالتور الإيجنسي ممكن يتكرر عدة مرات خلال موسم النوم اللي بيساعد على التكشف السريع للمراض هي الكسافة النباتية العالية كل ما كان فيه كسافة كتيرة رح يرتفع نسبة الرطوبة ومسطح الأخضر انخفاض شدة الإضاءة أيضاً رح تزود من نسبة الرطوبة ودرجة حرارة معتادة لما بين 20 إلى 21 الأعراض من لايه أن مرواة الفطر البيضاء للوم أسحوقية المظر عم تتواجد على كلا سطحي الوراء وعلى البتلات وعلى الساخ وغالباً ما تتكشف الأوراق أعراض على الأوراق السفلية والمعرضة للضل بالإضافة لذلك تظهر الأعراض على الزهار والسمار الصغيرة اللي بيسا بشكل نموات فطرية مغطاة بسحوق أبيض وتجف بعد ذلك مثل ما أنا شايفين بالصورة على الإسار طبعاً هنا الإصابة المتقدمة مغطي السمرة بالكامل في الآخر رح تجف السمرة وتتعفن يصيب الفطر السمار وتظهر على شكل بقع تتحول إلى ما يشبه قشور الجلدية البيضاء والبنية والطفح المسحوقي يكسو سمار الكوسة المقاومة أنك تختار صنف مقاومة بالأصل خاصة بالنسبة للخيار البطيخ يؤفي درش بالمويدات الفطرية المتخصصة لمكافحة البيضة الدقيقة خاصة مركبات البينوكونازول والكبريد طبعاً على حسب أنت عم ترش بشكل وقوي أو عم تستخدم بشكل علاجي فمحتاج مركبات البينوكونازول المثال الثاني عندي البيضة الدقيقة على العائلة البادنجانية اللي بلولة توريكا الطور اللاجنسي هو أوديوبسس توريكا أو سيكولا يعد من الفطريات إجباري التطفل طبعاً شأنه شأن كل أمراض البيضة الدقيقة أيضاً هذا ميزته أنه داخل التطفل على عكس الفطريات البيضة الدقيقة الأخرى بتكون خارجية التطفل بالتالي رح تلاقي أنه غالباً الجراسيم الكونيدية والحوامر رح تظهر على سطح السفل الأوراق من خلال الصغور ينتشر الفطر في أنسيش الأوراق وبين الخلايا ويرسل موساط صغيرة داخل الخلايا مثل ما أنا شايفين فوق هاي الجرسومة عب تتكون على السطح وبعدين عب تكون عضو امتصاص اللي هو اسمه واستوريا رح يتشكل ضمن الخلية ليقوم بعملية امتصاص العناصر الغذائية وبعدين تخرج العوامر الحوامر الكونيدية من خلال الصغور كل حامر الكونيدي يحمل جرسومة كونيدية كبيرة الحجم مفردة وبالقرب من نهاية موسط النوع تتشكل أجسام سمارية مغلقة تحتوي بداخلها على أكياس أسكية إذن هون طور بشكل جرسومة واحدة على كل حامر الكونيدي مثل ما نشايفين تحت جرسومة متطاولة اسمانية الشكل يقضي الفطر فترة دقائية على العوائل النباتية تابعة للعائلة البادنجانية أو على الحشائش تابعة للنفس العائلة طبعا دايما لما بنسرة حكاية لأي فطر هشيب في ده طريقة المكافحة يعني لما بنقول عوائل تابعة للعائلة البادنجانية يعني إذا زرعت محصول تابعة للعائلة متع بتأمن استمرار المرض أيضا في حشائش تابعة للنفس العائلة رح تأمن استمرار اللقاح والإصابة وتحمل الجراسيم الكونيدي الفطر بواسط الرياح من النباتات المصابة إلى الأخرى السليمة غالبا ما تحدث الإصابة بقرب من نهاية موسم النبو طبعا من قرب نهاية النبو بتلاقي إنه الخلايا كبرت في ارتفاع في الرطوبة هذا بساعد على الإصابة يظهر الفطر غالبا على سطح السفلية للأوراق وممكن يظهر على كلها سطحي الورقة بشكل نموات بيضاء اللون دقيقيقية مسحوقية المظهر عبارة عن الحوامل الكونيدي الفطر والجراسيم الكونيدي أخيرا تموت إحساجة البقاء وتجف الأوراق المصابة بالكامل في حالات الإصابة الشديدة قد تظهر الأعراض أيضا على السيقان وأعناق الأوراق المكافحة المولة رح تلاقيها بأمراض البعاد دقيقة يعني متشابهة ما في اختلاف يعني إذا نحن عبر رش بشكل وقائي رح نعتمد على رش الكبريت المايكروني إذا عم نتعامل بشكل علاجي ممكن درش مركبات البنزيميدازول اللي هن البينوميل الكربندازين سيوفانات الميتير أو مركبات الترايكونازول يعني على حسب العرض قدامي أو الإصابة هل هي أنا عم نتعامل بشكل وقائي ولا علاجي مركبات ترايكونازول مثل تراي تيكوتونازول تيبوكونازول بينكوكونازول دايفينوكونازول إيبوكسيكونازول فلوسيلازول كلها ممكن تساعد في القضاء على إصابات البياض الدقيقي طبعا هات رح يتكرر تقريبا في كل أمراض البياض الدقيقي البياض الدقيقي في الورد الفطر المسبب بسفيرو ثيكا بدنوزا يعد بأيضا من الفطريات جبالية التطفل يصيب الفطر الأوراق الساق والأزاء الزهرية الفطر ينمو خارجيا على سطح الأوراق وأننا أغلب الإصابات تكون سطحية بيكون مايسيليوم وجراسيم وحوام الفوندية ويرسل المؤسسات إلى خلايا بشرة النبات لامتصاص الغذاء لا يسبب موت للنبات ولكن ينقلل من نمو النبات ويسبب فقط في أزهار طبعا أنا بالنسبة للورد أهم شيء يعدي السمرة والحامل الزهري اللي هو الجزء الاقتصادي في النبات تختلف أصناف الورد في قابليتها للإصابة بالمرض ووقت وحدوث الإصابة وللفطر سلالات عديدة حيستنعب الظروف البيئية والعمليات الزراعية دورها في تكشف الأعراض وتطول المرض وضضر النبات يعني نوعية الري زيادة الكسافة النباتية كلها ممكن تساعد على الإصابة النباتية تظهر الأعراض على السطح السفلي ثم تتكشف على السطح العلوي للورقة مسببة النقص في مساحة الورقة ويغطي الفطر سطح الورقة بالكامل ويصيب الفطر أيضا الساخ والبنعم الزهرية ونادرا ما تصيب البتلات إلا في حالات الإصابة الشديدة وللظروف البيئية دورها في تطور وتكشف المرض يلائم الرطوبة والمناخ الدافئ نهارا وبارد ليلة في لقطة مهمة أنه عادة أنا لما بداية التجرسم أي فطر بشكل سبور أبواغ أو جراسيم الجرسومة لما بتنتقل على أي عقل نباتي محتاج إلى فيلم رقيق من الماء هل فيلم ممكن يجي من خلال الندى من خلال المطر من خلال الراي لا تنبت الجرسومة ومن ثم تخترق الخلية النباتية في حالة جراسيم الفطرات الدقيقة الرطوبة ليست حد فاصل لحدوث الإصابة لأنها تحتوي بداخلها على كمية من الماء تكفي لإنبات الجراسيم وحدوث العدوح إلا أن الرطوبة وكسافة النباتات ومناطق تجمع الماء ممكن تزيد الإصابة يعني هي ليست شرط لكن وجودها ممكن يساعد على زيادة الإصابة طبعا مثل ما شاء فين هون دورة الحياة أنا هون عندي أوراق وعضاء زهرية عليها بقعة مسحوقية الشكل في نهاية الموسم راح يشكل شيء اسمه الأنس ريديوم والأسكو جونيوم اللي هن أعضاء التكاثر اللاجنزية واللي راح ينتهو بتشكيل الكليستوسيسيوم اللي هو عبارة على الجسم السمري المغلق هالجسم راح يقضي فترة الشتاء لحد ما تصبح الظروف ملائمة راح ينبت بشكل أسكاس اللي هو جسم أسكي وبيحتوي بداخله على أسكو سبور راح ينفجر هالكيس الأسكي ومن ثم يحدث الإصابة الأولية الإصابة من الجراسيم راح تخترق الخلايا وبتعطي ممصات ومن ثم يتشكل مايسيليوم اللي يعيد الدورة من خلال الجراسيم الكوانيدية اللي عبتشكل على سطح الأوراق واللي ممكن تتكرر خلال موسم النبو المكافحة زراعة أصناف مقاومة حدم زيادة كسافة النباتات تقليم الأجزاء المصابة الرأي بطريقة التنقيد لأن الرأي الرزازي أو الأنواع الأخرى ممكن تزود من الإصابة الرش بأحد الفطريات المتخصصة مثل ما حكنا سواء بشكل وقائي كبريت أو بشكل علاجي مركبات الترايكونازول أو البنزيميدازول البيض الدقيقي في التفاح والأجاز يظهر المرض في جميع مناطق زراعة التفاح وقد يعتبر من أهم أمراض المجموعة الخضرية في بعض مناطق زراعة التفاح في حين قد يكون قليل أهمية في مناطق أخرى المصابة بالمراضي البودوسفيرا ليوكوتريكا التوري الأجنسي أو إيديوم فورنيسون يوجد الفطر على صورة مايسيليوم ساكن في البراعم والسيقان أو على صورة أجسام سامرية تتحمل الظروف البيئية غير مناسبة عادة ما يهاجم الفطر النبوات الحديثة من المجموعة الخضرية والسيقان الصغيرة والأزهار وتحمل الجراسيم الكورنيدية من نباتات المصابة إلى السنيمة بواسط الرياح أو التائرات الهوائية يقضي للفطر فترة الشتاء على أشجار التفاح في صورة مايسيليوم ساكن في البراعم المصابة خلال موسم النبو السابق وتنتج الجراسيم الكورنيدية من الميسيليوم الساكن عند بداية النبو يعني عم نلاحظ أن دورات الحياة معظم متكررة في كل الأمراض البيضة الدقيقة طبعا هول اللي بميزة إضافة لإصابة الأوراق اللي بتكون بشكل تلطقات بيضاء اللون عبارة عن مايسيليوم بفطر غالبا واللي بتظهر على سطح السفلي للأوراق ممكن تحدث الإصابة على السمار بشكل مايسيليوم أبيض اللون خاصة في الأشجار المصابة بشدة المكافحة زراعة أصناف مقاومة من المرض تختلف الأصناف في قابليتها للإصابة بالمرض تقليم الأشجار المصابة والتخلص من الأقصان المصابة لأنه شفنا أنه المرض بشتي أو يقضي فترة شتاء بشكل مايسيليوم ساكن في التقرحات المصابة رش الأشجار المصابة بأحد المبيدات التالية البونوميل أو تيبو كونزول هيك بكون حكينا على عدة أمثلة من أمراض البياض الدقيقة في عنا المرض الشامل اللي بيسبب أعفان جزول في المسطحات الخضراء متسبب عن الفطر جيمنو مايسيز جرامينيز طبعا بيصيب عدة عوائل مثل القمح والشعير الشوفان والنجيل اللي هو بيتزرع في المسطحات الخضراء وبيصيب بمحاصيل أخرى مثل الدراء والحشاش فبنلاقي عادة الأسم العلمي بينتهي بفار تريتي سي فار أفيني فار على حسب العائل اللي عا بيصيبهم اللي عا بيصيب المسطحات الخضراء المسببات المرضية السابقة تصيب العائلة النجيلين نأخذ بس خاصة خمس دقائق عبل ما يخلص أدان بعد أزنفان تمام ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 في محاضرتنا المرض مثل ما حكينا بيصيب عدة محاصيل على حسب المحصول بتلاقي في عندي فار خاص فيه المرض بيسبب تحلل الجزور ممكن يتجه لقاعة الساق يعيش الفطر مترمم على انسجة الجزور المصابة ويسبب موت لانسجة الجزور وقاعة الساق وموت كامل للنبات تحت الظروف المناسبة الفطر يبقى من موسم زراعة القمح للموسم التالي في بقايا النباتات في التربة حيث يصيب جزور العائل الحي ويعيش مترمم على الانسجة الميتة لفترات قصيرة إذن هو عبارة عن مترمم ضعيف في التربة ممكن في حال غياب العائل يفضل مترمم لحد ما توفر عائل ممكن يحدث إصابة للجزور وقاعة الساق التربة الملوثة بالفطر ممكن تنقل الفطر على طريق الماء الحيوانات الألوات الزراعية وينتج الفطر تراكيب جنسية دورقية الشكل تحتوي على العديد من الأكياس الأسكية كل كيس بداخله من جراسين أسكية طويلة ولا يشكل أطوار الجنسي أهمية في تطور وتكشف المرض يبقى الفطر في التربة في صورة مايسيليوم في غياب العائل النباتي في بقايا نباتات الموسم السابق للزراعة أو يكون متطفل على الحشائش النجيرية وعند موت جزور العائل بالقرب من بقايا النباتات المصابة تحدث العدوى للجزور من الهيفات الفطر على سطح الجزور والتي تتجه إلى الجزور وقاعات النبات وأخيرا يحدث موت النبات ثم يبقى الفطر مترمم على بقايا النباتات للموسم الزراعة التالي يعني مثل ما حكينا للفطر في الأصل مترمم إما على البقايا النباتية أو على الحشائش النجيرية لحد توفر عائل حيث يسير جزور العائلات وقاعدة النبات وقالنا في نهاية الموسم رح يشكل مثل مانا شايفين تحت جسم سامري دورق الشكل بيهتوي على جراسيم أسكية طويلة ممكن تخرج من فتحة الجسم في نهاية الشتاء أعراض بتكون في حقل المصاب بشكل مساحات غير منتظمة الشكل من النباتات المصابة عند بداية تكوين الحبوب في السنابل ممكن لا يسفراء للأوراق تقزهم للنباتات ويحدث المرض في مساحة كبيرة دائرية الحقل يعني أول ما نشوف المرض نشوفه بشكل بقع متناسرة في الحقل اللونة أبيض يظهر عفن بني داكن أو أسود وعند قاعد الساخ وعند فحص الجزور تحت المجهر ممكن نلاقي ميسينيوم الفطر زاد اللون البني الداكن على سطح الجزور مثل ما واضح في الصور أيضا في حالة المسطحات الخضراء ممكن نلاقي الإصابة بشكل دوائر مبعثة وتزداد شدة الإصابة بمرض في الأراضي سيئة الصرف أو المناطق المنخفضة واللي بيتمع في الماء مكافحة المرض اتباع دورة زراعية مفيدة جدا في مكافحة المرض يعني ما يكون من العائلة النجيلية التربزات الصرف الجيد تقلل من حدوث المرض معاملة البزور بمويدات جهازية تفيد في مكافحة المرض مثل مركبات ثرايتو كونازون أو ستروبيولورين المرض التالي لعناها ضمن صف الفطول الأسكية هو جرب التفاح أبلسكاب الفطر المسبب بالمرض يسيب في الوقت لحاضر جميع زراعات التفاح في العالم قد تصل نسبة الخسائر الناجمة عن المرض أكثر من 10% في مناطق زراعات التفاح في المناطق زراعات المناخ الرطب البارد ترجع الخسائر إلى تأثير المرض على السمار وتأثيرها على النمو الخضري طبعا نعرف أن المرض يصيب المجموع الخضري إضافة إلى السمار نفسه الطور الكامل للفطر بنسميه سبيلوسيا بومي الفطر يكون جسم سمري أسكي بيضاوي الشكل مثل ما هو لاحظ معنا على القصار جسم سمري أسكي بيضاوي الشكل جواته بيترس عدد من الأكياس السمارية بشكل متطاوب من حوالي من 50 إلى 100 كيس ستواني شكل كل واحد من هذور فيو 8 جراسيم أسكية زادة من أصفر أو مخضر والجرسومة نفسها بتلاحظ أنه مقسمة إلى جزئين تحدث العدوى السنوية خلال موسم النمو بواسطة الجراسيم الكوندية المتكونة على البقعة المتكشفة على الأوراق أو السمار ممكن الفطر يكون عدد كبير من الجراسيم على البقعة المواحد يصل إلى 100 ألف جرسومة كوندية والجرسومة كوندية صفراء إلى زيتونة اللون تشبه لهب الشمع وتحمل الجراسيم الكوندية على حوامل كوندية قصيرة طبعاً إذا عملت مقطع في ورقة مصامة رح تلاقي أنه شكل لهب الشمع الجرسومة الكوندية تنتشر الجراسيم خلال موسم النمو بواسطة الرياح ورزاز الماء إلى أوراق أو سمار جديدة على نفس الشجرة أو أشجار أخرى اللي تعطي بقعة جديدة طبعاً إذا جينا هون نشوف دورة حياة الإصابة إذا أنا هون في عندي بقع على الأوراق أو على السمار هون عبي تشكل الكوندية أو الجراسيم الكوندية واللي هي عبي تعدلي دورة الإصابة خلال موسم النمو لحد نهاية وجود العائل أو وجود ظروب غير مناسبة بتلاقي أنه الأوراق المتواجدة على الأرض رح يتشكل عليها الأنسريديوم والأسكوبونيوم واللي رح يتشكل جواته الجسم السمري واللي جواته في أكياس أسكية الأكياس الأسكية في نهاية الشتاء رح نشوف أنه رح تتحرر الأسكوسبور واللي رح تصيب الإصابة خلال خلال موسم التزهير يعني المرحلة الحساسة هون في المرض هي مرحلة التزهير لأنه بتحدث فيها الإصابة لذلك التركيز في المكابحة لازم يكون فيها المرحلة طبعا الأعراض أعراض مميزة بنلاقي على الأوراق بقى لون بني أو لون زيتوني غام تظهر تصبح خشنة المظهر وتتعفن السمار المصابة وأخيرا يحدث تشول السمار كامل نضج يصيب أيضا الأوراق والأزهار فعند تكشف الأوراق تتكون بقع صغيرة زيت لون بني فاتح أو أخضر زيتوني على كلا سطحي الورقة قد تحاط البقع بإحافة واضحة وقد تتحد البقع لتشمل مساحة كبيرة من المسطح الأخضر وأخيرا يحدث تجاعد وتشول الأوراق خلال موسم النمو ثم تسقط الأوراق المصابة وقد تؤدي الإصابة إلى نضج مبكر للسمار دايما لما بتدخلوا في أي حقل حتى موت فاح بردقان أو أي شي بتلاقي إنه السمار الفية مشكلة إصابة فطرية أو إصابة حشرية مثلا بتلاقي هي اللي بتنضج بشكل مبكر نتيجة إنه الفطر بيسرع عمليات التنفس فبتظهر عليها الأعراض مبكر عن السمار السليم يقضي الفطر فترة بقاءه وأثناء الشتاء على صورة أجسام سمارية داخل أنسج الأوراق والسمار المصابة الموجودة على الأرض من خلال الموسم السابق ويمكن للفطر أيضا أن يقضي فترة بقاءه في الشتاء على التقرحات يعني إما بقايا أو تقرحات موجودة على الأقصان وعند نصف الأسام السمارية ينتج منها أكياس أسكية بداخلها جراسيم أسكية المكافحة زراعة أصناف لها مقاومة عالية للمرض يمكن مكافحة المرض عن طريق الرش بأحد الموبادات الفطرية الكابتان البنزيميدازول اللي هو عبارة عن مركبات الكربندازين البنوميل والسيوفانات الميتيري عادة أن يتم إضافة الموبادات بعد أسبوع واحد من سقوط البتلات ويكرر الرش من واحد إلى اثنين أسابيع حتى قرب الحصود لأن الإصابة عبتحدث به موزم التزهير الأمراض المتسببة عن الفطر سكليوروتينيا العفن البني في أجهر الفاكهة يعد من الأمراض الاقتصادي الهاملة التي تصيب الخوخ والكرس والمشمش والتفتاح والسفرجل في جميع مناطق زراعته في العالم يسبب المرض خسائر مباشرة للأشجار مسبباً لفحة للأزهار والأفرع وعفن للسمار المسبب جنسي سكليوروتينيا سكليوروشيوم طول اللاجنسي مونيليا فراكتيكولا عند أمداد تجرى الأجسام الحجرية تتكون أجسام ثمرية طبقية الشكل تحمل على سطح أكياس أسكية متراصة بجوار بعضها ومتوازية ويوجد بينها هيفات عقيمة مثل ما نشايفين تحت اللي هي الأكياس الأسكية الوغد اللون الأزهر وبينها شعيرات عقيمة تحدث العدو الأولية من الجراسيم الكونيدية المتكونة على السمار المحنطة أو من التقروحات المتكونة من السنة السابقة طبعاً العرض هذا كتير بتشوفه في الأرض بتلاقي إنه السمار محنطة مغطة بطبقة من الجراسيم اللي هي بتضل على الشجرة أو ممكن تتساقط وتضل تحت الشجرة أو تقروحات من نفس الشجرة هاي كلها بتشكل مصادر من مصادر الإصابة أو من الجراسيم الأسكية المتكونة على السمار المتساقطة على الأرض يقضي الفطر فترة الشتاء على السمار المصاب العالق على الأشجار أو على التقروحات الناجية عن لفحة الأزهار من العام السابق عند توفر رطوبة في الشتاء أو أوائل الربيع تنتشر كونيديات الفطر عن طريق الرياح أو الأمطار من على السمار المصابة أو من على التقروحات وتنبت الجراسيم تحت الظروف البيئية المناسبة لتحدث إصابات جديدة والجراسيم الكواندية الناجية من لفحة الأزهار تشكل مصدر هام لإصابة السمار مثل ما حكينا أنه العوائل الدراء، الفوخ، الكرازي، المشمشة، السفرجة كلها عوائل للمرض طبعا مثل ما لنا شايفين في عنا سمار محنطة باقية على الأشجار هاي ممكن تفضل على الشجرة أو ممكن توقع تحت وتظل تحت الشجرة رح يشكل عليها أجسام سمرية أجسام حجرية هالأجسام الحجرية ميستة عندما تمنى شايفين بيكون مفتوح طبق الشكل ومترص عليه مثل ما هو واضح الأكياس الأسكية واللي بيناتها فيه عندي هيفات عقيبة كل كيس من هالأكياس قدنا في أول الربيع ممكن ينبت لينتج لي الكونيدوفور طبعا لاحظ أنه الإصابة بهالمرض وجرب التفاح بتحصل عنده موسم التزهير بعدين رح تنتج الجراسيم الكواندية وهالجراسيم الكواندية رح تعيد الإصابة مرة تانية أو فيه عندي كمان تقرحات اللي هي عبارة عن أغصان مصابة المفروض هي تم إزالها خلال موسم النمو وبعد ما أزيلها أمسك هالمخلفات أحرقها أو تبعد تماما عن الحقل ويتم تضخير مكان الإصابة بأحد المركبات النحاسية يهاجم الفطر العضاء الزهرية كالأزدية والمياسم والسبلات مسببا زبولا للأزهار وتحولها إلى اللون البني وتعتبر سمال مشمش أكثر قابل إليه للإصابة قد تمتد الإصابة إلى الأفرع حيث تكون كتل صمغية وعند التوافر الرطوبة يظهر على الأزهار المصابة نموات رمادية إلى سوداء اللون مثل ما يموضحها في الصور عادة ما تكون إفرازات صمغية على الأفرع في المشمش والبرقوب يهاجم الفطر الأفرع مسببا تقرحات يصاحبها إفرازات صمغية يعني غير إضافة الأجزاء الزهرية أنا ممكن يحصل عندي إصابة إلى الأفرع نفسها وصاحبها إفرازات صموية طبعا مثل ما تقولنا هذه المفروض كلها يتم إزالته خلال موسم النمو يظهر التقرح على شكل حلقة تحيط بالفرع المصاب تتلون الأوراق على الفرع المصاب بلون بني وتظل ملتصقة بالفرع المصاب تزداد قابلية استمال الإصابة عندما تقترب من برحلة النزج قد يحدث إصابة أثناء عملية التخزين والتسويق بسبب كسرة الجوة التي تصير السمار عند قطفها وتعبيتها ويصبر في فتر عفا مبوني على السمار الماضية وتظهر بوضوح على سمار المشمش وتظهر ممتصقة بالفار ثم تجف تدريجيا وتضحن يعني المرض عادة بيصيب في آخر موسم النمو مثل ما لنا شايفين في بعض الأحيان ممكن تلاقي الجراسين نغطي السمرة بالكامل وممكن تظهر بشكل دوائر متداخلي دليل على أنه عبينش تتجارسهم بالليل أو بالنهار وعبينش تتقف في النهار فبيكون بشكل دوائر متداخلي على السمار نفسه المكافحة تخلص من السمار المصابة العالقة على الأشجار أو متساقطة على سطح التربي مثل ما أنه السمار سواء عالقة على الأشجار أو متساقطة على التربي هي مصدر من مصادر الإصابة الأولية تقليم الأفرع المصابة لتقليل مصادر العدو الأولية أيضا أي أفرع مصابة تتجمع وتهر مكانة بأحد مركبات النحاسية وتبعد عن الحقل تفيد مركبات البينوبيل، الكلورسانولين، البروبيو كونازول والإبريديون في مكافحة المرض أنسى بقت لإضافة المويد يكون عند تكشف الأجزاء الزهرية أيضا مكافحة الحشرات أثناء فترة نوج السمار لمنع انتشار المرض يجب أن تفزن السمار تحت درجات حرارة باردة لأن الفطر أيضا ممكن يحصل فيما بعد الحصاد في حال حدوث جروح على السمار وشكرا لحسنين أصغيركم إذا في أي أسئلة بتحبوك فضي الله يعطيك ألف عافية دكتور الله يعطيك العافية دكتور مثل ما حكينا إذا في أي أسئلة خلال الأسبوع الكبريت نحن يعني هو بيخل النبات يقاوم ولا هو إليه كمان تأثير على المرض على الفطور عادة مركبات الكبريت نحن بيستخدمها بشكل وخارب نعم يعني قبل حدوث الإصابة يعني مثلا أنت حاليا فترة الأزهاء التزهير ممكن ترش بس في الصباح وما يكون تركيز عالي مشا ما تسبب الحروق يعني كبريت نحن بس نخشغ الموضوع في الشمس ممكن يعمل لي حروق فعادة في الصباح الباكر بس أن هذا بشكل وقائي هذا العلاج ما تدخل فيه كعلاجية لا وقائي فقط وكبريت مايكروني يعني ما تستخدم مثلا مايكروني نعم مغالبيته مايكروني موجود ماشي بس فيه ناس ممكن تستخدم الناعي مثلا أو شي تاني بس في حال وجود إصابة مثل ما عندك الترايكونازول ومركبات البنزيميدازول عادة في حالي في المقافحة المرض تمام ولعدنا كمان الثيونات الميتيل كمان شائعة جدا عندنا وعم تجيب نتيجة دكتور ما هي أحد البنزيميدازول تشمل ثلاث مركبات البينوميغ الكربندازيم سيوفانات الميتيل تمام يعني هاي الشاملة شو؟ البنزيميدازول الترايكونازول طبعا مجموعة كبيرة كتير أنا حتى بالملفات المرفقة الرابط اللي أنا بعتلكو يا عبارفع عليه المحاضرات وفي ملفات مرتبطة بالمحاضرات يعني أنا من رفعت ملف على مركبات الترايكونازول كل موجودة رفعت كتاب أجريوس في أمراض النبات طبعا هذا أفضل مراجع العربية والإنجليزية في أمراض نبات كلها موجودة في الملفات البعدت على الرابط إذا بتحبوا ببعدكم الرابط مرة تانية أنا أول بأول عم برفع أي معلومة ممكن تفيدكم بتلاقيها على الملفة تمام دكتور وعدنا مركب يعتبر خطر شوي عم يستخدم كمان شائع اللي هو فستيل ألمنيوم عم يعطي أيضا نتائج جيدة عزاها بي أحيانا على الدقيق لكن شوي في خطورة كان حتى المنع يمكن عالميا والله نحن نستخدمه بس عادة في الأعفان في حالات خاصة نحن قدنا من قبل فستيل الألمنيوم عنده ميزة مي موجودة عند أحد كتير من المويدات أنه هو بينتشر من خلال سجة اللحاء خشب وانسجة اللحاء يعني بالعادة المويدة أنت بترشه على المجموع الخضرية ممكن ينزل لتحت أو بترشه تحت ممكن نطلع فوق نعم والسيل الألمنيوم ممكن يشتغل على كلا أنسجة اللحاء وأنسجة الخشب فإله ميزة بس أنا بمجال البيات الدقيقة ما استخدمته يعني أكتر استخدام نحن نستخدمه بعفان الجزول يعني هو يعتبر الرائد فعفان مع سيوفانات الميتيل كمان بالتوبسن إنها المركبات ممتازة في مجال العفان أنت بالآخر يعني بهالمجال بيهمك المركب بيعطيك نتيجة ويكون موفر عليك اقتصادي يعني كمان الموضوع الاقتصادي مهم تماما حاليا من جديد دكتور صارت عم تنزل خلائط عم تيجي خليط أحيانا من ثلاث أنواع هي يعني صارت عم تستخدم بكثرة صارت قريبا شي سنتين هاي الخلائط عم تنزل بالأسواق ما أنت الخلائط من كتر تركيز نفس المركب أنه عبي ترش نفس عند الكل فبتلاقي أنه ما دايما يعطي نتيجة الخلائط عادة بيكون مركبين أو ثلاثة بكل مركب له آلية تأثير مختلفة يعني مثلا الندوات اللفحات المتأخرة استحالة تلاقي مثلا مبيد لحال مثلا فليوديو ديكونازول مع مثلا زوكسيستروبين دائما بتلاقي اثنين وثلاثة ليش؟ مشان يكون آليات تأثير مختلفة في جزء منه عبقف الجراسيم في جزء عب يتدخل مثلا آليات تكوين الجراسيم هذا كله بيعطيك مدى أكتر فالمركب الفيو اثنين وثلاثة أحسن بيكون ليش؟ بيقلل من أنه الفطر يكون مقاومة تجاه النبات والشيء الثاني بيعطيك آليات تأثير مختلفة لكن رح تلاقي أنه سمنه مرتفع مقارنة من المركب اللي بيشتغل على شيء واحد انت بس يعني صيحة لما بتستخدم أي شيء ما تضلع بتكرر يعني مثلا عم نقاوم جرب التفاح فأنا عندي خيارات ما أمسك نفس المبيض أبضل أكرره دايما بينصحك أنه بدل في المركبات اللي أنت عم تستخدمها يعني ممكن حتى كأسم تجاري مختلف لكن المادة الفعالية عم تكون واحدة ما أنت ما عم تعمل شيء هي هي لازم يضل في تبديل في المادة الفعالية لتتفادى تجنب أي تجنب سلالات مقاومة للموت تبع من دكتور ترجمة نانسي قنقر الله يزكر خير الله تكلاف مع السلام الله تكلاف الله تكلاف توفي جماعة مع السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر